السلام عليكم متابعي قناة طوبتين عرب نملونكم بخير وأنكم مستعدون لحلقة جديدة مليئة بالمعلومات المفيدة الكثير من الأساطير التي بلغتنا من الأجهر السابقة ليست خيالية بكل تفاصيلها فمنها التي تحكي عن كائنات ربما كانت موجودة فيما مضى أو على الأقل وجدت كائنات أخرى تشبهها غير أن كثرة تناقلها إلى القصص والإضافات التي أدخلت عليها جعلتها أقرب للخيال منها للواقع وفي حلقتنا لهذا اليوم سنعرفكم على خمس كائنات أسطورية موجودة على أرض الواقع في المرتبة الخامسة الحصان وحادي القرن وهي من الكائنات الخرافية المشهورة خاصة من طرف الأطفال وبالأخص الفتيات ورغم كونها كائنات خيالية إلا أن هناك حيوانين يمكن اعتبار كل منهما وحادي قرن حقيقي لما لهما من خصائص ومميزات أولهما وهو واحد قرن وجد بشكل رئيسي في كل من روسيا والمناطق الوسطى في أسيا وبلغ ارتفاعه المترين فيما بلغ عرضه 4.4 أمتار ومن المعتقد أنه من المخلوقات التي استوحيت منها تفاصيل قصص الأحصنة وحادي القرن ويعود سبب استعمالنا لصيغة الماضي لتعرفكم به إلى أن العلماء اعتقدوا حتى وقت قريب أنه انقرد قبل 350 ألف سنة قبل صدور بحث أحدثها رجح أن يكون انقراضه قبل 29 ألف سنة فقط وهو ما يعني أنه تعيش مع البشر لفتاة طويلة خاصة أن أقدم أحفور لا وجد في سيبيريا يبلغ عمره 45 ألف سنة أما الثاني مخلوق قريب الشبه بالحصن أحد القرن فيعيش في المحيطات ويعرف بإسم التاموري أو بإسم حريش البحر وهو حوت بقرن طويل بارز من مقدمة رأسه ويستوطن المناطق القطبية الشمالية والمناطق الشمالية من المحيط الأطلسي وقد يصله طول القرن الذي يميزه إلى ثلاث أمتار ويتميز به الذكور أكثر وإن كانت هناك حالات حيث وجدت إيناث بقرن بارز أيضا لكنها حالة استثنائية ولو يعلم بشكل يقيني فيما يستخدم هذا القرن إلا أن هناك شك في كونه أداة للصيد ونظرا لحداثة اكتشافه فما تزال المعلومات حوله قليلة في المرتبة الرابعة الذئاب كبيرة الحجم لم تكن الذئاب في حاجة إلى برامج تلفزيح حتى تشتهر بين الناس فقد عرفوها قبل قرون من الزمن وتعلموا كيف يحتاطوا من أذاها لكن مما سامت به برامج تلفزية كجيم أوف ثرونت هو تقبلها خاصة كبيرة الحجم منها والتي ليست مجرد شخصيات خيالية فقط عندما وجدت قبل قرون مضت بلغ طول الذئاب كبيرة الحجم 1.5 مترا بوزن قد يسل إلى 78 كيلوغراما واستطرت المنطقة الممتدة من القرى الأمريكي الشمالي حتى الأرجنتين واعتمدت على لحوم الترائد التي تصددها من أجل البقاء على قيد الحياة على الأقل حتى انقرضت لأسباب يعتقد أن مردها للتغير المناخي وتدخل الإنسان القديم واعتمادا على دراسة صدرت سنة 2005 فإن عضة الذئاب كبيرة الحجم من أقوى العضات في عالم الحيوان وحاليا يمكن مشاهدة الهيكل العظمي لـ 3500 منها في متحف خاص في لوس أنجلوس لمن أراد تعرف عليها واكتساب فكرة حول حجمها وحياتها في الأزمنات الغادرة في المرتبة الثالثة التنانين التنانين كائنات طائرة بأجنحة كبيرة ومخالب حادة وأسنان برزة يخفيها فمونيس تحمل نفط النيران ويمكن إيجادها في الكثير من الأساطير في كل من أسيا وأوروبا وبمميزاتها سلفة الذكر قد تعتقدون أن من أجيد أنها خيالية ولم تكن موجودة ولا وجود لها في عصرنا الحالي صح؟ لكن ماذا لو كنا مخطئين؟ ماذا لو كانت التنانين حقيقية وما تزال تعيش على كوكبنا حتى يومنا هذا؟ إن اعتبرنا التنانين كائنات نتجة عن الجمع بين خصائص عدة حيوانات دفعت بمن صدفوها إلى وصفها بأكثر مما كانت عليه فقد تتضيح الصورة أكثر ونبدأ بالشكل مثلا فالتنانين لها جلد يبدو كنوقاص وذو شبه بجلود الزواحف كالأفاهي وبما أن هناك قصص عن تنانين شبهة بأفاع ضخمة فربما تكون هذه القصص في الحقيقة حول هذا النوع من الأفاهي وعوض نيرانها الحارقة يكون سلاحها السم الذي تحقن به ضحاياها أما التنانين ذات الأرجل فقد تكون في الحقيقة زواحف أخرى كالتماسيح والكومودو لكن خيال من شاهدوها ساما في تضخيمها ومنحها صفات ومميزات لم تمتلكها من قبل كلمة تنين ترجمة لكلمة دراجون والتي أصلها اليونانين دراجون والتي تعني الأفعى أو الزاحف ولكن ثقافة تأويلها لها فحتى في أسيا يختلف مفهوم التنين وشكله بين الثقافات المختلفة وكذلك الأمر في أوروبا التي تظهره وكانه أقرب شكلا للديناصورات ما يفتح الباب أمام البعض لترحي إمكانية إيجاد هيكل عظمية له مستقبلا وفي عصرنا هذا ربما يكون أقرب مخلوق شبها بالتنين الكومودو وهو من الزواحف ويبلغ طوله من 3 حتى 3 أمتار بوزن قد يصل إلى 70 كيلو جراما أما عمر جنسي فيصل إلى 5 ملايين سنة فيما يقدر عمر الفصيلة التي ينتمي لها بـ 40 مليون سنة وقد عيشت الديناصورات إبرا العصر الترياسي وإن حدث وزرتم أماكنة وجودها ننصحكم بيبقى مسافة أمان بينكم وبينها نظرا لقدرتها على استياد فرائسها بسرعة ويسر سواء كانت مخلوقات صغيرة كالطيور أو أكبر منها حجما كما أن اللعابها يحتوي على بكتيريا قوية قد تنتهي بكم إلى المساشفة فيلم المرتبة الثانية هايدرا العدار إن سبق لكم أني طلعتم عن الميثولوجيا اليونانية وشاهدتم فيلما أو برنامج كارتون حولها وبالضبط حول قصة هراقل فقد تتذكرون مقاتلته وحشا كثيرا الرؤوس حسنا ذلك الوحش هو الأدار بالعربية وبإسمه الأكثر شيوعا هايدرا وهو موجود في الحقيقة رغم اختلافه عن المذكور في قصة هراقل حيث كان وحشا بحريا كبير الحجم ذا نفس قاتل ورغم ذلك قضى عليه هراقل في ثاني تحدي صادفه ضمن رحلة تحديته الاثنى عشر وحسب القصة اليونانية فوحش هايدرا قادروا على تجديد ومضاعفة كل رأس يفقده ما لم يحرق مكان الرأس المقطع بالنار لكن اليونان ليسوا الوحيدين الذين أوردوه في قصصهم فحتى الرومان جعلوا له مكانا في قصصهم بل ورسومتهم ونقوشهم وحتى بعض قطعهم النقدية التي كان منها التي تحمل رسومات له وهو ما عكس مكانته في الثرات الثقافي لكلتا حضرتين وبعيدا عن القصص القديمة يوجد مخلوق دقيق له خصائص مشابه للعضار أو الهايدرا لا يتجاوز حجمه عشر مليمترات وله مجسات دقيقة تساعدها للإمساك بالمخلوقات الدقيقة والتهامها وهو من الجوف معويات الممكن إيجادها في بيرك المياه العذبة ويعتقد العلماء أنه قد يكون قادر على البقاء حيال لقرون من الزمن اعتمد دراسة منشورة سنة 2015 والتي أفدت بأنه لا يتأثر بشيخوخة كما يحدث مع بقية المخلوقات ولتأكد من قدرتها للبقاء حيال لزمن طويل عرضه لعوامل كانت لتوقف حياته غير أنه استطاع تجاوزها عبر تجديد خلاياه أما عن اسمه فلم يكن سوى الهايدرا في المرتبة الأولى الأقزام الهوبيت وإذا لم تكنوا محبين لمشاهدة الأفلان فهناك إمكانية كبيرة لأن تكونوا سمعتم من قبل بفيلم سيد الخواتم المأخوذة قصتهم من سلسلة روايات بالعنوان ذاته وتحكي عن مغامرات مجموعة من الكائنة السحرية والبشرية قصد ضحض الشر والدفع عن الخير ومن الكائنات التي ركزت عليها القصة الرئيسية في كل جزء الأقزام وبالطبط المنتمون لعرق الهوبيت ورغم أن هذا العرق بالذات واليد ومخيلة الكاتب جون رولاند رويل تولكين إلى أن اكتشاف بقايا هيك العظمية لقصرية القامة طرح إمكانية وجود قرى كاملة يسكنونها دون غيرهم تماما كما فعل الهوبيت الاكتشاف كان في أندونيسيا وكان لبقايا سبها هيك العظمية بوزن حصر بين 16 و30 كيلوغراما وبطول اللي يتجاوز المتر الواحد كانت العظام عريضة وبلغ حجم الجمجمة 380 سنتيمترا مكعبا فيما قدر حجم الدماغ من النوع قريب من حجم برتقالة ما يجعله أصغر من دماغ الشامبانزي ومن المعلومات التي قدمها فريق الدراسات حول الكائنات التي اكتشافها هيك لها العظمية أن نظامها الغذائي اعتمد على مواد بسيطة كنحم الخفافيش وبقايا الفيرة فيما كان أفرادها يصادون على شكل جماعات ورغم شبههم القريب البشر إلا أن العلماء يعتبرونهم مختلفين عن جنسنا واختروا لهم اسم هوموفلورنسين سيلز لتميزهم عن الجنس البشري وأتوقع في البداية أنهم السوطن الجزيرة التي وجد عليها قبل 12 ألف سنة غير أن اكتشافات حديثة أثبتت وجود آثار لهم تعود لفترة ممتدة ما بين 190 ألف سنة و50 ألف سنة ما يدعم إمكانية كونهم قد تفعالوا مع البشر الأوائل الذين السوطن الجزيرة ويأمل بعض العلماء إلى تلقيبهم بالهوبت نتيجة التشابه الكبير بينهم والكائنات الخيالية التي تحمل الإسم ذاته دون أن يخفوا دهشتهم من التشابه الكبير بينها وبين الوشر فما رأيكم حول الموضوع؟ هل تعتقدون أن الهوبت قد تعيشوا في زمن سابق مع البشر الأوائل؟ ومن هو العلاقة التي جمعتهم يطورها؟ هل من الممكن أنهم كانوا في حالة حرب أم في حالة سلم؟ أم أن أحوالهم كانت متغيرة؟ ولكم أن تتخيل شعور محبي سلسلة القصص الأصلية بعدما اكتشفنا هناك آثار لقوم يشبهون الشخصية الخيالية التي أحبوها وعاشوا مع قصصها أحداثا من الصعب أن تنسى كانت هذه حلقة لهذا اليوم نأمل أنها نالت إعجابكم